منتخب مصر منتخب مصر بقى التشكيل يعني الأفضل بكرة للمنتخب المصري بنوجة ناظري طبعا في حراسة المارمى محمد أبو جبل نتمنى أنه يكون جاهز يعني بنسبة 100% كل الأخبار اللي جاية بتجاهز هو جاهز وأنه شارك في التمريب يعني نيجي للاثنين المساكين محمود الوينش ومحمد عبد المنام أعتقد أن محمد عبد المنام هو اللي هيبقى يمين والوينش هو اللي هيبقى نحية العدلة بتاعته الشمال آه على حسب العدلة بتاعته ونحية الشمال أحمد أبو الفتوح نحية الشمال اليمين عمر كمال عبد الواحد قدامهم حمدي فاتحي ليه حمدي فاتحي قلنا عشان خطورتهم دايما في العرضيات هو اللي في الحتة العمق الدفاعي بتاعتنا ويدينا الحماية ويعمل تغطية للأطراف للتلاتة محمد النيني نحية اليمين وعمل دور مهم جدا في خلال البطولة في التغطية على عمر كمال عبد الواحد نحية الشمال عمر السلية يقدر يقفل مع الجابهة اليميني القوية اللي فيها كولينز فاي وفيها بيروح له قافي وبيروح له نوكلاس فيها فجابها كوي جدا يقدر عمر السلية يعمل جابهة كوي مع أحمد فتوح التلاتة اللي قدام طبعا لا خلاف على محمد صلاح عمر مرموش ومصطفى محمد ليه مش تريزي جي أعتقد أن تريزي جي آه بفاق بس برضو لسه بدنيا ما يخدش من البداية من التسعين دقيقة ورع ربحة معاك ورع ربحة وزيزو ورع ربحة زيزو تغييرك كويسة بينزل يغير لك الرتم بتاع المطش بيحول لك بيديك سرعة التحول قدام بيديك قوة بدانية أكتر لأن احنا برضو في نقطة مهمة جدا احنا لعبنا مئة وعشرين دقيقة ماتشين قدام المغرب وقدام كود فوار الكاميرون ما لعبتش مئة وعشرين دقيقة داخلنا سألك يا دكتور طب البداية احنا شفنا البداية في المغرب بيدخل فينا هدف وإحنا لعبين خارجيبين من ماتشين جمدين قوي مئة وعشرين دقيقة راحين لمنتخب مريح البداية بتاعتنا وإحنا بلعب الكامير نسط جماهيره نضغط من فوق ولا نستنى ونسيب لهم تلت ملعب ونسيب لهم الكرة ونشتغل بعد كده في المساحات أنا شايف البداية لازم تستحوز على الكرة أكتر لازم تعمل أكبر عدد من التمريرات لسبب أنهم جمهورهم متعصب جدا ومتحمس وحيملي الملعب بكرة منتخب مصر حوالي 600 أو 700 فرد بس فالملعب حيبقى مليان على الآخر من الجمهور فأنت لازم وهم كمان على فكرة حيبقوا خايفين منك يعني أنا عندي إحساس أن المدرب بتاعهم ممكن يلعب بثلاثة وراء ليه لأنه عنده مشاكان بيلعب أصلا تلاثة في التصفيات في البطولة دي ملعبش خصمه قوي فممكن بكرة ده برضو زي ما عمل مدرب منتخب المجرب كان بيلعب على طول باثنين راس حربة في المباراتنا رح لعب بأربعة تلاتة تلاتة ولعب بمهاجم واحد فممكن بكرة منتخب الكامل أن يكون عمل لنا ألف حساب ويلعب بيه خمسة وراء يلعب بخمسة تلاتة تنين يبقى يكمبي وبقر قدام ويلعب بيه تلاتة مساكين فأنت لازم تستغل الشخصية اللي مصر بانت بيها في البطولة دي أن أنت تعمل أكبر عدد من التمريرات عشان تمتص الحماس الجماهيري بتاعهم ويا سلام لو جيبنا جون بدري هتوبقى طبعا حاجة كويسة جدا يعني طيب إذن دي مباراة مصر والكاميرون إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر يقدر يوفقنا بكرة إن شاء الله في هذه المباراة الهامة جدا وصعبة جدا ترجمة نانسي قنقر